بعد بكرة فيه طاقم تحكيم ليبي وطبعا حبيبك حبيبك كابتل عبد حكيم الشلماني طبعا دفعتي دفعتك وكان من أفضل حكام القارة صح كان مشهور جدا وحكيم لي أنا شخصيا طبعا حكيم كان من حكام شمال أفريقيا اللي هما كانوا متزايدين التحكيم في القارة الأفريقية صحيح ابنه بقى هو معتز إبراهيم وابتدى يبقى من حكام النخبة مظبوط وحكم في كاس الأم الأفريقية الأخيرة مظبوط الزمالك اعترض عليه والأهلي كان متحفز عليه عشان ما طردش إيه حعطيته الله أمام الوداد في النهائي ماتش الوداد اللي عمل الكرة في النص الملعب وكده طبعا رأيك فيك حكام إيه صراحة يعني خليني أبدأ بس كلامي بإيه بالأساسيات المباراة دي من اللي بينظمها حد الأفريقية مين اللي يعين حكامها حد الأفريقية رئيس لجنة حكام في حد الأفريقية حد الأفريقية عنده نظام بيختلف عن نظام عندنا في مصر وعن الدول المصري وعن الدول المحلي حد أفريقي عنده حكام نخبة نمر واحد بيبتدي الأول حاجة أول خطوة الفريقين منين من مصر من مصر طيب الاثنين من مصر يبقى إيزن هنا لما يعين حكم من شمال أفريقيا ما فيش مشكلة ليه لأن الفريقين من مصر لكن لو الفريقين واحد من مصر مثلا واحد من المغرب هتلاقي يجيب حاكم من الوسط أو من الكنوب عشان يبعد عن مسألة الفرق المتجاورة عندهم نظام طيب ده سوبر الأهلي بطل الأبطال أفريقيا الأبطال البرائيز بطل البرائيز طيب بيحط حاكم ما عندهش منعبين يحط حاكم من النخبة طيب من النخبة لما يحط حاكم من شمال أفريقي عربي هو بيحطه ليه عربي عشان فرقتين بيتكلموا عربي فالحاكم يقدر يتكلم مع الفرقتين بجانب أنه هو قريب كابتن بيبقى قريب من البلد برضو يفرق مش فرق ممكن يبقى مغربي ممكن يبقى تونسي ممكن يبقى جزائري في اعتبارات ثانية بتتحط في الأمور بالنسبة لتعيين الحكام الموضوع ما بقاش بالصدفة ولا الموضوع بيجي كده نحط مين أو نحطش مين ثم بنشوف الحاكم ده هل الموسم ده عمل الموسم عامل إزاي بالنسبة له هل هو عمل موسم كويس نكافه لأن فيه منافسة بين الحكام وبعضها على فترة فيه مباراة مرة عملت بين الأهلي والمقاولين السوبر وحكمها أحمد الشناوي مصري رئيس لجل الحكام سعيد قالها حض واحد مصري كانت هنا في مصري لو تفتكر أنا مش فاكل سنة كام بس دي تعمل دع بس أنا أفكر أننا لعبنا السوبر ضد المقاولين ممكن يكون هو السوبر المصري السوبر أفريقي الأفريقي لعبنا الزمالك والمقاولين ولعبنا ضربات جزاء سنة ستة وتسعين ستة وتسعين يعني فيه فرقتين مصريين أنا بس لما أتذكر معرفش الأهلي والمقاولين المهم كان فيه ماتش زي ده وقت لعب في القاهرة والتحكيم كان مصري ليه لأنه ما فيش ما يمنع أنه التحكيم سعي أنا بقى هقطعك بس عشان ليفربول دلوقتي كذبان ثلاثة واحد ومحمد صلاح نزل الشوط التاني وجاب الهدف التالت إحنا بنبقى سعادة جدا بمحمد صلاح أنا بحرحة شوف إحنا وقت البرنامج فأصعب حاجة فيه إنه موجد ليفربول فاتن بس هتفرج عليه هجيبه هتفرج عليه تاني فعايز أقولك بقى الاتحاد الأفريقي لما بيعين حكام عنده اعتباراته عنده اعتباراته فالموضوع مش موضوع بالبساطة اللي إحنا تناولنا بيها التعيين ده هي يعني لازم نتخلص من هذه الأمور ونعرف إنه الاتحاد الأفريقي ما بيهزرش في مسألة التعينات ولا بيتأثر عليها ولا حد بيخش يقوله نعين مين ولا معنينش مين أنا قريت مرة قريت حاجات جدا غريبة يعني حاجات صراحة زعل مش عايف مين بيعترضوا إنه إزاي من طرف الزمالك الطرف تاني رد عليه برضو إعلامي رد عليه يقوله لا 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 ده هو حتى مشكلته مع الأهلي ده ليه مشاكل مع الأهلي هو يكون ليه مشاكل مع الأهلي ده حاجة كويسة يعني يعني دي هترضي مثلا نادي الزمالك إنه هو ليه مشاكل مع الأهلي الموضوع لا يتم تنهوله كتن خالد بشكل الحياة أول شغل سوشيال ميديا والناس بتتأثر مفيش داعي يا جماعة التحد أفريقي طول عمره في تعيناته بيعين الأفضل وبيعين الأنسب بيبقى فيه اعتبارات بتتحطه سأعتقد فيكتور جومز كمان من أنزه الحكام اللي موجودة فيكتور جومز المسك فيكتور جومز هو نائب رئيس لجلة الحكام بعيد عننا محايد رجل الحكم كان سرته طيبة جدا وبالتالي خلينا نسق هو من أغنياء يعني عنده شركة أنا سمعت طبعا أنا يعني ما عنديش تفاصيل لكن عند سمعت كان كده لكن هو في الأول وفي الآخر ده تعيين اتحاد أفريقي زي ما المباراة اتحاد أفريقي هو اللي يعين المكان بيحدد المكان اللي تلاعب فيه وبعده إحنا محظوظين أنها تتلاعب في المملكة العربية السعودية أكيد هتلاعب هتلاعبت قبل كده في جوانسبرج وانتو جبتوا المباراة في جوانسبرج في آخر الدنيا على الأقل على الأقل وهي هتتلاعب في المملكة العربية السعودية الجمهور كله هيبقى بيشجع لأهل وزي مالك صحيح حيث بنوا بأفريقيا يعني خادات هو أنت بتلاعب في المملكة العربية السعودية كأنك بتلاعب في مصر بالزبط كده يعني دي حاجة دي حاجة من الحاجات لأن بعض الناس برضو تناولت هذا الموضوع بشكل بقى إيه السياسة والوطنية يا جماعة المباراة مش بتاعتنا مش بتارت أتحاد المصر أتحاد مصر مالو مالوش علاقة يا مصر مالها مالاش علاقة هايقولينا سترعبه في اليابان نلعه في اليابان سترعبه في أمريكا وزه مالك والأهلي وزه مالك والتراجي وزه مالك والأهلي والراجاء لعبوا في المملكة العربية السعودية ولعبوا في قطر وقبل كده ولعبوا في الإمارات النهاردة كورة بقى فيها مفتاح النهاردة كورة بقى فيها استثمار فلوس ورعاية النهاردة كورة بقى فيها دعاية وفلوس ورعاية وفيه شركات هي اللي بتختار المكان فخلينا يا جماعة نحاسب بعد المباراة نتكلم بقى على اقتاقم التحكيم فضل رأيك بقى في اقتاقم التحكيم هقول لك حاجة موتاز ومعا عطي عيسى حكم مساعد من حكام النخبة المساعدين الرائعين جدا هو الليبي برضو ومعاهم خليل حساني ده تونسي يعني ثلاثة من شمال افريقيا ده الاهم بتلاثة يجي معاهم في الاهمية الحكم الفار حصل كلام كدير برضو حكم الفار ان كانت من موريشيس وبعد كده غيروه وخلوهم جنوب افريقيا احنا عارفين ايه سبب التغيير ده لسه مغيرين حكم ماتش من موريتانيا كان من جنوب افريقيا وبقى من شاد برضو ليه بقى احنا بعيد عنها ممكن الحكم نفسه يعتذر لا امش يعتذر فيش حكم بيعتذر خلينا كلمك بصراحة خلينا اتكلم بشكل واقعي لا انا حصل خطأ في التعييل الى الحكم ده حكم مورا للفريق ده قريب والنتيجة كانت مش اعارف وفي صالحهم وكان عمل اخطاء والاخطاء دي اثرت فانا مش عايز ادخل نفسي فيه متاهات وارد بيحصل طب انت يا راك في الحكم حكمة الفار الجنوب افريقيا هي نمرة واحد ومع اتنين هقول لك حاجة يعني هي موجودة كانت من موريشس وتغيرت بجنوب افريقيا ايه فرق بين موريشس وجنوب افريقيا هما الاتنين جب ببعض ايه بس في المستوى بقى انا بتكلم عن المستوى انا معرفش ايه انا متابعتش دول متابعتش دول في الحياة هو فيه المغربي توم ابونجيل لا مش مغربي ده توم ابونجيل ده من جنوب افريقيا على فكرة لا 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 ويعونها سنائي لا لا يجب انه سرطة من الحكام الفر المنعاشين جدا المغربي موجود في كل البطولات وموجود في كل المرشات هوا من حكام الفر المنعاشين يعني هو حكم الفر الجنوب افريقيا توم ابونجيل حكم موسيعة جنوب افريقي برضو حكم الثالث من المغرب وحطين تحكيم من ليبيا اتنين من ليبيا واحد من تونس بالزبط كده حطين ايفار وايفار ومساعد للتسلل طب ممكن انا سأل سؤال يعني ايه تلاتة على الفار يعني النمر واحد بيعمل ايه ونمر اتنين بيعمل ايه نمر واحد هو حكم الفار الحقيقيسي الاساسي اللي هو بيغير قرار الحاكم الايفار عنده مهمات ادارية بحتة نمر واحد اهم حاجة فيها متابعة اللايف عشان الحاكم ما يستأنفش قبل اذا كان فيه تشييك فهو يقول لي الحاكم بقى ايه يتابع اللايف انت ممكن تشايك على فكرة مغلومة تقول لي الحاكم فانت بتتابع اللايف كله خرجت اوت وفي حالة بتتراجع فهو مع الهوى مع الهوى مع الهوى لما يلاقي الحاكم حيبدأ وانت لسه محط تسقرر يقول له استنى احنا عندنا تشييك وبعدين هو اللي بيحسب الوقت اللي بيضيع مش الوقت اللي بيضيع فيه حالات المراجعة بيحسبها بالورقة والقلم بالساعة تمام وقد قد يساعد حاكم الفار في رأيه لو حاكم الفار اتناقش معاه لكن هو مهماته الاساسية هي مهمات إدارية باحدة طب التالت بقى للتسلل فقط اللي هو الحاكم مغربي لو حاكم مغربي اللي هو الحد للتسلل يعني حد بيكون انا معرفش مين فيه محطوط للتسلل لكن ده بيكون موجود للتسلل فقط عشان خاطر يراجع عملات التسلل يعمل شغل التسلل اللي على الجهاز يبقى هو أول ما تيجي حاجة التسلل هو اللي يشتغل على الجهاز واحد بيرائب اللايف والتاني بيتابع مع الحاكم الحالة ما فيش حد بيقعد كده إلا بكل وظهر